الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من السنن المهجورة التي نود أن نحييها وأن نعيدها إلى واقعنا الإسلامي سنة عظيمة أكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وحث المسلمين جميعا على العمل بها هذه السنة هي الدعاء بظهر الغيب روى مسلم عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك ولك بمثل وفي رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم عن أبي الدرداء أنه قال من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به آمين ولك بمثل إخواني هذه السنة لم تكن إلا بين المسلمين لأن المسلمين يعيشون بمحبة وتآلف بينهم ولأن من شروط الإيمان عند المسلم كما بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لذلك الشريعة الإسلامية حثتنا على العمل بهذه السنة لماذا أيها الإخوة لأنها تكسب كلا الطرفين إجابة الدعاء ولأنه لا يختص بالمدعو له فقط إنما أيضا يشترك معه الداعي له وهذا الأمر أيها الإخوة لم يكن ليحصل التأمين وقول ولك بمثل من قبل الملك لو أنه لم يأخذ الإذن بذلك من الله عز وجل ويوضح هذا الأمر أكثر أن عبد الله بن صفوان جاء قاصدا الحج فمر بدار أبي الدرداء فرأسه أم الدرداء فقالت له أراك تقصد الحج فقال نعم قالت إذن فادعوا لنا قالت ادعوا لنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل إذا دعا له بخير قال آمين ولك بمثل ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول كان السلف إذا دعا بدعوة فإنه يدعو لأخيه بنفس الدعوة قال لسببين لأنها مستجابة ولأنه يحصل له مثلها الدعاء بظهر الغيب مستجاب ولذلك المسلمون كانوا إذا دعوا لأنفسهم دعوا لإخوانهم أيها الإخوة كم من الناس يئنون من أوجاع وأمراض كم من مقهورين في الأمة كم من مضهدين في الأمة كم من معتقلين في الأمة كم من يتامى في الأمة كم من مهجرين في الأمة هؤلاء كلهم يئنون ويشتكون ويرفعون بالدعاء إلى الله أن يفرج عنهم فحري بنا أن نعيش الأوضاع أو نتمثل بما يعيشه أولئك المستضعفون ونرفع أيدينا بالدعاء لهم لأن هذا الدعاء الذي سندعو له بهم سيأتي علينا خيره أيضا هذا ما نود أن نذكر به فلنحيي هذه السنة ولنشيعها في مجتمعنا ولنوصي جميع المسلمين بها عسى رب العالمين أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين كل هم ويرفع عنا كل بلا إنه نعم المولى والقادر على ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر